مرحبا، أسمي حيدر إيد، أكون أمور كولتر في أعطاء أقسى في غازة أقسى. وأتوجد في قمتة طريقة بالسطينية للمخارج الإسرائيل الأشخاص وقلت الأغاية بأسرائيل. وأنا أيضًا عمليًا بالجميع بشتركة الأول دموكراكية. أردت أن أعطيتكم بشكل جيدًا لأن تصبحوا في اليوم. وأنا مرحباً لأنني لم يكن مستطيع أن تكون هناك في الناس هنا لأولئك التي تكون مستطيعاً لكي تكون مستطيعاً. وأنا أيضاً أعجب أن تكون مستطيعاً لكي تكون عددًا هو مجموعة أنني أبداً ومجمع أنني أبداً لكي تكون هناك. اليوم سيكون قلت بكثير عن المستقبل في غازة والعيش التي تحدثون من 2006 والعيش التي كانت احضارها أو الأمر المساكرة التي كانت تحدث في عام 2009 الآن، سؤال مؤسسة التي تحضرنانا كما بالسطينيين وكثيرا بالسطينيين والإعادات والإسترائيلين هي كيف يمكن أن تقرير محلقة مثل كالغازة السلطة وما كانت تقرأة من أجل 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 أشواء وهو كلمة إبرياء للحولكس كيف يمكن أن تقرأة تلك المحلقة مع أجل وإنغلاق أجل 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 مع أجل 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 أن تكون محلقة الآن أين يبدأ؟ وإن يبدأ إذا أردت أن يريد أن تقرأة سميولوجيا عن النظام بشكل درماتي من أكثر من 434 أطفال قد يقتل في مرحلة عاماً في المنزل كيف يمكن أن تبدأ بداية تقريبا تقريباً تقريباً و تقريباً من أطفالهم في أطفالهم الذين تحاولون أو تحاولون لإمكانهم حياتهم. إذا كان هناك أي أسئلة يسألون سيكون هناك عن طريقة إجمالية الديولوجية التي تحسن تحسنين أطلقين 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 وأطلقين إلى تحسنين إنسان لا يوجد الوقت لأسئلة فلسفية أطلقين ولكن ماذا يفعلون عندما تحسن تحسنين حياتهم الآن سيكون 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 تحسنين ما يحدث في الثاني ما نسمع 2009 لا تحسن لا تحسن أن تحسن أن تحسن أن تحسن تحسن المصدر من ما يبدو أن تحسن المساكرة لذلك لا يجب أن تحسن إلى تحسن 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 هذه تحسن لا يمكن أن تحسن 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 أي من المصدر المصدر التي ترى في السنة سيكون بطلق من إسرائي سيكون تحسن تحسن لتحسن ما أصبح أتحدث من المصدر لأن كما أتحدث لتحسن الف 16 و إسرائيل مصدر أكثر 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 لوحنا عشرة أكثر أكثر بدون من المساد المساد كيف تحسن تحسن الأن كما تسجد هذه الثلاثات عن الحياة والحياة والحياة كانت تتكلمون من جدد ريشارد جولدستون الآن نعرف أننا نعرف بشكل جيد المهمة في الوصول الحياة للحياة الحياة ويستطيع أن تستخدم الوالتر بنجامين يوجد فيها قدرها أن تتكلم بإمكاني ميساعدة الآن على الكثير من الوصول الإعلام هو ما يرونه على تفاقات التفاقاتهم التفاقات المساكرة بالسطينيانية لذلك يصبح المساكرة بالسطينيانية والسطينيانين يريدون أن تستخدم حتى من البداية المساكة المساكة التي كانت تقرأ على غازة من جانواري 2006 المساكة ليست مرحلة ومن ثانية هذه هي صحيحاتنا قبلنا نقلنا 17 سنوات بعد تقرأ النقل السلواء لتأكد الواقع والسطينيانات الآن في هذا المساكة المواد المتاحة المستخدمين كما هي البركات المباشرة في بناتك والقرب أمريكا المتاحة تقدم أنهم يقدموا على الأعلان أثر من أهمي أخير من المثلات الماضية لتأكيد من المعروض والمثلات القمينة التي تبقى بالغاية من المثال الوحيدات في حقيقة لعبطة المثال معاكم من المثال أخرى غادر قميشة من المثال البلغة المتساكرة المتحدة من الأمور المثال من مابات الحديثية قمناتها كانت تحاولها من المساعدة ومن المساعدة المساعدة من المساعدة الإسرائيلي ومع ذلك المساعدة الإسرائيلي الآن لإقوة فقط أحد بالسطينيين الإنتالكتوات الأولى إدوار سايد وإقوة نورم Chomsky أيضاً كيف يمكن المدينة الإنسانية ومع ذلك المساعدة الإنسانية تكون محاولة عندما يتم تحاولون من خلال 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 مجتمعات الإنسانية ومع ذلك يتم تحديد معين مع الدولة الإنسانية الآن كانت تحاول الموحمد البورعي بحث تفضل الإسرائيلي مجرد المساعدة. ما هو عن الأخرى 434 أطران؟ معلومين الأطران المساعدة تنظرون في نوال الزواج في حيث تتعامل. ما هو عن الأولى 11 عامة سفا أبو شباك؟ الذي قمت بها في جباليا عندما كان بابا كانت ترميها عمرتها لنفتح لنمتع بسرعة أشهر بعد أن الأسفالي قلت بجرد المساعدات fast I remember Saleh's story very well because I was listening to the radio in the morning on the morning of the day listening to the pleas of her father calling upon that it Krescent calling upon the Red Cross calling upon orанич upon the United Nations to send an ambulance to save the life of his child to hours passed three hours passed five hours passed and then the father اخترار انه موت. ما يمكنني ان أقول عن سماح و سلوه عسليا سماح و سلوه عسليا الغسلية التي اضافحتوا بروداً بروداً و وكرة عثامنة عثامنة في منطقة الجزء الأنغار في بيت حنون عثامنة عثامنة عثامنة. عثامنة عثامنة التي تصميم بشكل ثلاثة بسيطة عامرية بفاتنة أمريكي الف 16 fighter none of them survived who will bring back justice to them negotiations brokered by president barack obama and hillary clinton an unsovereign state on parts of the 1967 borders parts of the west bank and the largest concentration camp on the surface of earth ie the gaza open-air prison these children these families the pregnant women who were targeted who were in fact the favorite target of the israeli soldiers these people lived a very short life and died refugees two-thirds of the palestinos of gaza are refugees who were kicked out in a process of ethnic cleansing in 1948 they were kicked out of their houses towns villages and cities this is a fate that seems to be awaiting many of our children in gaza including sixty percent of the population of the gaza strip because more than sixty percent of the population of the gaza strip our children below the age of 15 gaza my friends has become a war zone the biggest concentration camp on earth has become a burial site a noisy graveyard the palestinian body has become exactly like the jewish body during the the second world war during the holocaust exactly like the jewish body was the favorite target of the nazi soldiers the palestinian body has become the ultimate target of the israeli bullet the younger the better the palestinian body has in other words become the site of justice or rather injustice eliminate the body and it will leave a vacuum that can be occupied a land without a people for people without land the palestinian people have long realized that the so-called peace process does not challenge or even change the long-held status quo nor will it allow them to exercise their national and political rights whether Sharon or Barack or Olmert or even binyamin netanyahu and his foreign minister thug of don liberman the israeli position is crystal clear no return to the border of june 4 1967 no dismantling of jewish only settlements no return of palestina refugees no backing down on jerusalem as quote the undivided eternal capital city of israel unquote and no sovereign independent palestinian state with its own military on the western back of the jordan river and the gaza strip the best that is on offer is abantustan a reservoir for the natives peace within this context has led to more misery for them for the mere reason that it lacks justice what has been going on since 1993 is peace industry peace without justice and peace without justice is no peace palestinians get punished for being shot for the mere fact that they exist in the land of palestine for trying to protect themselves and mostly for just being where they are as though they should not be there in the first place hence the unprecedented brutality the shilling with heavy artillery the shooting with american-made f-16s with apache helicopters with the fosforos bombs what joseph conrad calls in his heart of darkness the horror the horror the horror the horror that embodies itself in the faces of the palestinian children muhammad safa jacleen and the rest of those children who lost their lives in matan vilnais death chambers the holocaust the holocaust thank you very much for listening to me a semiological analysis of the dramatic footage of the more than 434 children killed in broad daylight lost last year um how is one supposed to start describing the desperate the desperate cries and screams of children in their father's in their father's desperate arms who were attempting or rather attempted to save their children's lives if there were if there were any questions to be asked they would be about the nature of a hegemonic modern ideology that dehumanizes toddlers children pregnant women and drives soldiers to shoot innocent civilians it is definitely not the right time for such grandiose philosophical questions but what is the palestinian to do when she lives such a crude political reality now i'm also honored to be joining dr hayo mayor a man i have always um admired and i have always wanted um to be with actually um today i'm supposed to be talking about the situations in the situation in gaza and the events that have been going on since uh 2006 and um and and the war that took place or rather the massacre that took place uh last year in 2009 now one of the questions that has been puzzling us as palestinians is especially hello my name is haydar eid i am an associate professor of cultural studies at al-aqsa university in gaza i am also on the steering committee of the palestinian campaign for the academic and cultural boycott of israel i'm also a co-founding member of the one democratic state group i would like to thank you very much for having me today and i'm so sorry for not being able to join you in person there for reasons all of you are aware of palestinian activists and intellectual is how one can describe a situation uh such as gaza's blood letting and which which was described once by a top israeli army official as ashowa which is the hebrew world for for holocaust how is one supposed to be able to describe such a situation with 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 language and english is my second language with a language that has long been proven to be slippery now where is one to start and finish if one wants you